السلام ان شاء الله يا ربي تكونوا ملاح ومعزين وصبحتوا بخير اليوم جبت لكم غاتو هايل فعلا سهل سهل أسهل منه ماكاش وناجح مليون في المياه وفي دقيقة ديروه وبنتوه هايله وبخيزنتابل وبنصف طلق اللوز نديرو جيت بي سي نرى الله الله الماكارون تزاير يعني الماكارون تانت العرب هايل شوفوا كيفاش يجي معلك يجي فرميدابل نتمنى ان شاء الله تسييوه وعلى بالي بالي يعجبكم شوفوا الفيديو مراهيش كامل طويلة شوفوها حتى الاخر ويديكم الصحة اللي راكم معايا شاركتوني هذه الوصفة والوصفات الاخرين نبقيكم مسلامة ونتلقى ان شاء الله يا ربي ديما في ساعة الخير يلا على بركة الله نبدأ هنا عندي نصف طلق اللوز اللوز بقشورو ومشي محمس يعني ديراكتوني هكذا كرحيتو ما ترحوهش مليح يعني ما لنزمش يكون فريمان بودرة كما اللي نديروها في المخبس في المقراط اللوز هكذا هنا نسحقه متين جرام متاع السكر هنا عندي بياد متاع زوج حبات اولاد الجاج بالصح اولاد الجاج كبير لذا اولاد الجاج صغر تقوم بتحضير 3 غير البياد هنا عندي مغرفة كبيرة متاع الغرس تمر وعندي شوية الافاني هذا وش نسحكم هنا اذا عندكم اربوغ اللام يعني سبازوين اللام وش نديرو نخلطوا كل حاجة مع بعضهم يعني تو اللوز السكر السكر غلاس الفاني التمر يعني كامل المكونات نخلطوهم كامل مع بعضهم اذا عندكم هذا غروبو لا يوجد تقدروا اضافهم على الماء يعني كما اضافهم 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 الماء في السكر ظاهروا كم منهم سوف نتحصل على الماء نحصل على منهم اضافهم اضافهم وضعه في الفجدر لأنه لا نستطيع فعله لذلك نجعله في الفجدر يبرد قليلا يعني قدم خليته ملح قدم خليته الكامل خير و خير إذا كنتم مزروبين في محلتي اليوم سوف نجعله سوف نقضي قلت يلا سوف نقضي قبل ما نقضي لذلك نقضي و نقضي نقضي و نقضي كيف يقضي لذلك نجعله في الفجدر و نبتع لكم إن شاء الله لذلك نقضي و نقضي فجد في الفجدر لذلك نستطيع نقضي بول لذلك نقضي بول لذلك نقضي بول و نقضي بول و نقضي بول و عندما يبدأ تلسق نقضي قليلا نقضي كما نقضي نقضي كامل هذه الكمية التي لديها و نرجع لكم إن شاء الله نقضي و هايا و هايا و نقضي نقضي و نقضيح كيف يمكن أن نقضي و نضغط عليها شباب من حلسة هكذا سوف ترى كيف نزرب كملت القطو التاعي ثاني كزربت لا يمكن شحلت الفوق على 160 درجة لذلك على النار قليلة ندخلوا للفوق ينشف برك لذلك ينشف وكي طيب ان شاء الله نرجع لكم كنت تطعنا خلاص طعب وشوفوا يعني ما زال ما بردش ما شوفوا كيفه يتعلق رجاري وانكور ما زال ما بردش لازم يبرد ينشف كيف يتعلق 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 هنا كملنا الوصفات على اليوم ان شاء الله ان شاء الله تبسي يتعلق 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 ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة